وفيما نفت الخارجية الأمريكية نقل رسائل أمريكية لإيران وحزب الله عبر العراق خلال زيارة الوزير بلينكين إلى بغداد أمس الأول تبنت الفصائل المسلحة هجوما استهدف قاعدة حرير العسكرية في مطار أربيل وفي المقابل أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إلى تفجير طائرتين مسيرتين أثناء تحريقهما في السماء بينما سقطت طائرة مسيرة مفخخة دون أن تنفجر في وقت يتوقع المختصون بقاء القصف على القواعد الأمريكية ضمن المدايات التي لا تحرج حكومة السودان وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع إجماع سياسي على منع توسيع جبهة الحرب